فيه قرار إزالة ففيه جهة مسؤولة عن قرار الإزالة مين الجهة لو بتطلع قرار إزالة مبنى خلينا نقول الأول السبب في عدم تنفيذ قرارات الإزالة السبب الأول زي ما حيتك قلت كده المحليات السبب الثاني تدبير المكان الخاص اللي الناس هتسكن فيه بعد إزالة العقار دي مشكلة طبعا لأن الناس اللي تبقى قاعدة بتبقى خايفة تسيب بتها مش عالفها راح فيه فدي مشكلة بلو فقاعد وعدم تنفيذ قرارات الإزالة من الأحيان ده السبب برضو عدم تنفيذ قرارات الإزالة لما نيجي نتكلم على الجهة اللي هي المنوط بيها تنفيذ قرار الإزالة أو إصدار قرار الإزالة عشان يبقى السؤال مظبوط حدد القانون بناء رقم 119 لساعة 2008 المادة 90 منه قالت فيه إيه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في كلة وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معينة فحص مباني ومنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه المحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الإزالة يعني بتشكل لجنة بتشوف المبنى ده ممكن يترمم ممكن يتم سيانته ممكن يتزال دور أو اتنين ممكن يتزال كله العقار كله وتقدم اللجنة تقليلها إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها في ذلك متضمن المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المأتنى مؤقتا جزئيا أو كليا وفي حالتين هدم الجزئي أو الكلي تعتمد القرارات من المحافظ المختص يبقى لما نيجي نقول بقى كل الكلام ده كله بيصب أو بيصب أمام المحافظ المختص هو اللي بيصدر قرار الإزالة بعد تشكيل اللجان وإصدار توصياتها لا توصياتها طيب